اشتركوا في القناة نحن الآن في قرية ابو سليم بمركز باني سويف حيث وقع اربعة من ابناء القرية ضحية اطلاق نار من قبل جنود الامن المركزي في المعسكر الملاصق للقرية بالاضافة الى اصابة تسعة اخرين من شباب القرية حاولنا مقابلة مدير امن باني سويف لكنه رفض المقابلة ايضا حاولنا مقابلة محافظ باني سويف ماهر بيبرس لكنه طلب تأجيل موعد المقابلة نحن مع بعض الاسر الضحايا هنا في قرية ابو سليم نتشارب بحضرتك سعيد عبدالجايد محمد غفير نظامي بمركز باني سويف في قرية ابو سليم عم سعيد ما الذي حدث عم سعيد لماذا حدث حدث يوم الاربع الساعة تلاتة الفجر في الصحور العساكر نزلت البلد بالدرع والاناب المسيرة للدموع افتلات من الامن والشباب في البلد حصل دي في البلد راحوا افلوا الطريق وافلوا عليهم الماء الصبح جاء السيد رئيس مباحث مركز باني سويف بعتلي مغبر سري لدعي للاسقار اسمه قال لي تقدر تأمن الطريق للسيد وكيلي النيابة قلت له اقدر امن عندي كوة ان انا امن الطريق للسيد وكيلي النيابة وهاتوا مجبوش في بوكسي ميري هاتوا في عربية ملكي وانا اعملوا الطريق ودخلوا مكان من تعاوز ساعات قال لي تابعت تستنى مني تلفون رحت للجماعة المتظاهرين قدام كوات الامن من على الطريق النيل استجوبوا مع شيخ قرية الناحية استجوبوا الكلام استجابوا واحنا بنتناقش مع بعض عشان نمشي لقينا فصيلة من سين ستة خارجة نهي سين ستة فصيلة من قوات الامن خارجة مسلحة بالسلاح الاهلي وانا ابني رايح يزق الجموسة مشغال في شركة اراسكو في مصر في المقاطم نزل الساعة تمانية الصبح وقال لي يا بايا خليك انت هنا وانا هروح يزق الجموس توضى وصلى الضهر ومشي رايح يزق الجموسة بفاجئ السرية طالعة من المعسكر بتضرب عشوائي كل اللي تقابلوا لابسين ملك وبيضرب في الملاء ونزل البلد من البلد من المعسكر للبلد حوالي 200 متر ودخلوا البلد بالزخيرة الحية وفيه ما يزبط مع السيد وكل النيابة في التحققات زخيرة وانا بل مسرى للدموع وجاء عزان السيد برضو ومدور الامن كم عدد اللي توفوا في الاحداث دي الاحداث دي توفوا تلاتة تلاتة وبعض المصابين حوالي تمانية طب يعني هم توفوا في نفس اليوم حضور وكيل النيابة السيد وكيل النيابة مجاش لم يحضر مهو مجاش مانا كنت مستني تلفون سري من السيد رئيس مباع مجانيش فجأة لقينا المعسكر طالع منه سرية بضرب النار علينا انا شايف ابني وبتضرب انا شايف ابني وبتضرب واني بقى رايح اقام من الطريق بكامانا غفير غفير نظامي كفء تمانية وعشرين سنة ضرب كان عشوائي ولا متعمد لا ضرب متعمد كان بيصوب عليها بيصوب على طول مختارين مختارين عساكر مدربة تدريب ناري بيضرب ابني واخد طلقطين طلقه في دراعه وطلقه في سيدره وروحنا المشاش عامر احدك شفت يعني ممكن تتعرف على عسكري اللي اطلق النار انا اعرف عسكري من 3000 جند يعني انا اصد ممكن انتو يعني في مبينات مصورة مع الشباب نعم في الاحداث تم تصورها بالمبينات وتتعرض على السيد وكيل النياب وروحنا انا شلت ابني شلت ابني على ماك انا وديته عملوا الاحداث وعملوا العلاج الاولاني وبعد كده طلعونا فوق عملوا الإشعاعات بعد كده حولوني في فاسعاف قالوا لي ابنك هيروح مصر الدكتور اللي رايح معي مصر جينا عند الزهراء قلت له الواد مش هيوصل مصر دخني مشتشفى الزهراء وانا ابيع ما املك والواد الحق بالعملية بسيط لقيت الدكتور اللي اعين باقي بالاسعاف هرب اتنسقت مع حضرتك انت حملته الى مستشفى بني سويف ولا مستشفى محاولين مصر يعني انت الاول في مستشفى بني سويف ايه هو في حالة نزيف مستشفى بني سويف ما الاجراءات اللي اتخذتها خد اه ما عارفش قدمت دم عملت ايه يعني اي حاج يعني هي مادته بالدماء ولا لا لا ما عطتوش دم ولا عطا وقفوا النزيف وقالوا لي وقالوا لي ابنك هيرسافر مصر جاهزوا الملاسعاف بلحظة بس على ايه حتى نعرف هالمستشفى بني سويف قسرت الانقاذ ام لا يعني هذا الامر حتى يكون موجود امام وزير الصحة امام الرئيس الجمهورية امام محافظ بني سويف محافظ ما الذي حدث في مستشفى بني سويف اولا الدكاترة يا استاذ من بعد الحادث من بعد الفطر مباشرة عملوا اضراب عملوا اضراب وقفلوا المشتشفى يعني حضرتك لاحظ بس حضرتك اه حملت ابن حلاق الله ارحمه وذهبت الى المستشفى المستشفى كيتتعمل ولا كيت في حالة اضراب لا المشتشفى كيتتعمل طيب وبعد ذلك هما بقى ما الاسعافات التي قدموها له بعد الاسعافات وقفوا معرفوش عملوله وقفوا عملوله الدكاترة عملوله الطلقة ما كانش فيه احنا نفدت نفدت عاوزين واخد طلقتين طلقة في دراعه واخد طلقة في دراعه وطلقة في صدره ما كانش فيه ما يلحقش انقاذه كل اللي اضرب ما يلحقش انقاذه تدريب ماهر يعني اصد ممكن الطلقة تكون في مكان غير قاتل ممكن يعني تداركه لا الطلقة قاتل على طول السدر دي نفدت المستشفى قدمت دم لا ماليش حاجة قالوا احنا عاوزين دم تفيني الدم اللي في الطورق ما جابوش ما جابوش يعني مستشفى بان سويف العام ولا المستشفى العام اه لم يعني تمدوا باي دماء لا ما مادتوش ما عطتوش ما عطتش لاي شاب من اللي ماد دي اي حاجة خالص خالص وقالولي ابنك هيسافر مصر كان فيها كالمستشفى كان انت سألت ان عندها دم او لا مفيش مشتشفى تخلى من الدم لكن ما قدموش ما قدموش اي حاجة واخدين تعليمات تعليمات النكو تعليمات قطعا كده طيب حضرتك اه بعد ذلك ده بتقول ان المستشفى اطباء قاموا باضراب ايه بقى الموضوع قاموا باضراب بعد الحادث بتاع ابو سليم ده بعد بعد ما الشباب خرجت وحوالونا مصر الساعة ستة كانت المستشفى عاملة اضراب والاستقبال الله واعلم قافلوا الاستقبال الاتنين فقى اتنين استقبال حوادث استقبال الحوادث اغلقوه اغلقوه وما فيش والسيد وكيل النيابة يعلم اني اني حصل كده المستشفى افل المحافظة يعلم ايضا غلق الاستقبال الحادث ده يعني معناه انه لو ايه مصاب حادث طريق سيقتل في مشتشفى تغلق في مشتشفى تغلق الابواب وتغلق الاستقبالات بدون الكياضات الاعلى في البلد السيد مدير الامن والسيد المحافظ والسيد الحكمدار والحكومة كله المشتشفى تعمل اضراب وتمشي من غرم كله ده يعرف ليه احنا احنا في جبل حاج بعد كذاك اذهبت الى القاهرة هو توفى عاودت ما عاودت عاودت انقذ ابني في مشتشفى خاصة الظهراء منعوا اي دكتور جراح ينزل يعمل ايه المشتشف قالت احنا مش لقين دكتور جراح ما عنديناش دكتور جراح جيت معاود تاني البادة عن المشتشفى دخلوا دكتور استقبال كان لسه الاستقبال شغاء ودخلوا الدكتور حط يقيلة عليه منع النزيف وطلعوا في المركزة ربع الساعة كان ابني متوفى طيب بعاما أاما لو رجعنا مرة أخرى إلى بداية الأحداث ما الذي دفع جندس الامن المركزي ان يخرجوا من المعسكر الى القرية الله اعلم هناك بعض الل bumped ى قيل انه يعني ماالذى سامعته المأوانى ابن من ابنه يعني أنا رجل من رجله هم يعرفوا مين على الفصيلة هم يعرف يعني أصد فيه شائعات متدولة نود أن نتأكد من صحت أنه هو بعض العساكر عكسه الفتاة لا ما فيش تعاكس المعاسكر في بلدنا دوله 33 سنة محترمين وتمام ده هو انفلات أمني من 25 يناير ما فيش شغل ما فيش انتظام ما فيش عمل يرضى ربنا ازاي يعني بعد 25 يناير من ساعة الأحداث بتال 25 يناير المعاسكر بوز المعاسكر زي محلات العصي العساكر دائرة في البلد يعني العساكر بتاخد خارج المعاسكر وتختلق بالمدنيين بتاخد حاجات من المدنيين وشغالها من عصور وتنزل تجيب صحور من المحافظة وتنزل تجيب فطر من المحافظة ما فيش زبط ولا فيه ربط بس هو حصل بينكم وبين العساكر أي مشحنات اختوال العام الماضي والله احنا لا ما فيش حاجة حصل وانا زرع جنبيهم زرع جنبي منهم فداء بينه وبينهم اربع غطاء ما حصلش ده هابد دي ما حصلش اموال ايه اللي جعل الاحداث فجأة تصل لهذه الله واعلم الشائعات بتتردد ده لا الشائعات دي تتردد احنا بنتكلم كلام صدق لا احنا بنتكلم كلام صدق ما بنتكلمش ما اللي زدفع شباب القرية لانهم ما يخرجوا للتزرق من المعاسكر لان المعاسكر فلت من على الصور من خلف الصور ده نط البلد الساعة ثلاثة ساعة ثلاثة الفجر الساعة ثلاثة الفجر منعوا الناس لتصحر وضربوا مساء للدموع وكله دي عند السيد وكلي النياب نشكرك شكرا جزاهم الحجم نشكرك ايه دمعنا ايه نشرب عبدك عبدك والدة يا برساعد عبدالجي حضرتك يعني ايه اللي حصل اللي حصل ان احنا لقينا ضرب نار ولقينا انا بن مسيرة للدموع واحنا كنو جوا ما نعارفش حاجة وتفاجئنا ابني جه جه الصبح كان بيجي بعد كل عصر جه الصبح حلق لقضاء ويا محسن عوضو حاجة تطلبي ماذا اللي لازل تطلبيه من وزير الداخلية من رئيس الجمهورية يعني مطلب اطلب من محمد مرسل اللي نزلوا رئيس الجمهورية وجميع الدنيا يمشوا المعسكر من البلد دي نارة ابارة اللي بطلبه ده بس ويجيب له حقي ويجيب له حقي الشهاد اللي دمه ساء ويجيب له حقي الشهاد اللي دمه ساء ودمه كان بيجده جرادل بالدفلة من بطن ابني حضرتك يعني هو الله يرحمه لم يكن في مظاهرة ولا شي والله 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 احلف لك على مصحب 44 يمين مصحب 44 يمين ابن ما بتحقنا ولا عمر راخنا ولا عمر في شر ولا عمر في مشاكل ابدا ابن كان طيب وبيصله متوضه ومصله وكا صمر بحتشر يمو رح صاي والله رح صاي والله شهيد 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 ومنهم لله والله منهم لله حضرتك اخوة الله الرحمة اخوة الله يعني ما اللي انت حقك كنت موجود وقت الاحداث مسافر انا في الكويت انا جيت يوم الجمعة الصبح وموجود داخل المشروع بس بس المعسكر انت موجود في الكويت من كم سنة اول كويتها دلي سنتين بس انا مولود في البلد والمعسكر معنا انا من زمان بس هو نفس الكلام اللي هو والده والد المرحوم هو دللاحظة من يوم 25 يناير بعد الشبكات وما حدث التعاملكم مع المعسكر هي الايام المواضية بعد السقوط ضحايا فيش تعمل ولا في اي حاجة كل حاجة زي ما الجيش ادخل وكل واحد مكان ايضا معنا احد الشهود اللي حيان اتشار بحضاك تفضل حضرتك انت شاهدت الواقع انت في الواقع من اولها من بالليل اللي حصل ان انا جاي من الشغل في وجوئة ان اكتر من 300 عسكري بالليل الساعة اتنين بالليل طلعين المعسكر عالبلد مش منظر عساكر او مو لا ده عبارة عن سنج وعن خشب وعن قلال بسرر الدموع ضرب في الاهالي ماشيين في الشوارع واحد عنده تاكس مسكو كسروه مسكو واحد متسك له ومكسروه كل ده علشان الزبط نبطش اللي عندهم عشان اهل البلد اشتكت ان فيها عساكر بتنزل للقائد من اسبوع وقائد اللي هتله عسكر فالناس فعلا عسكر نزل بالليل ينطم العصور فالاهل يميزكته يعني هو بداية الاحداث نفسها بداية الاحداث ان الزبط العساكر دي كان بتنطم عصور فالناس اهل البلد وشكلوا وفد من شباب البلد من هنا وراحل قائد المعصكر من حوال عشر تيام قالولوا ان فيها عساكر من عندك بتنطم عصور قائد المعصكر قالولهم كلامكم جميل بس انا مش مصدقكم هتله عسكر فيديكم وانا كلام ده فاليوم الضرب بالليل كان فيه ثلاث عساكر من نطم عصور اهل القرية مسكوهم قبل الاحداث قبل الاحداث بيوم الاهل احنا القلقوا القبض عليهم اكيز بيتر قائد المعصكر ان ان بعض العساكر اكفزوهم من عصور اتنين جروا منهم دخلوا جوا واحد كانوا مسكنها ودينا الدوان دوان المحافظة دوان بسليم دوان العمدة اه دوان عشان خاطر جي قائد المعصكر يقضوا من جوه عشان نسبت كلامنا ان الناس دي بتتهجم على البلد قائد المعصكر طبعا او زابط النباتشي ازاي يحصل ده في نباتشيته وراح منطة العساكر ما طلعهمش من البوابة ودهم انهم مسير الدمهم وقلهم وطلعوا هات الواده من برة وعلموا اهل البلد الاداب طلعوا العساكر كلهم بقى الطريقة اللي انت شايفها دي تحواتي تلتمية عسكري مشوا في البلد كسروا وعملوا طبعا اهل البلد ناس مسلمة معها السلاح معهاش اي حاجة خالص طلعونا عغفلة الشباب البلد تلموا وبدأنا ان احنا نفض الاشتباك ونمشيهم مقادر الامكان طبعا بعد ما مشوا فجئنا ان في واحد من ابناء القرية مضروب بالنار بالليل اللي هو عمر محمد علي واخد طلق بفطنه ولا ضربوا ظابط رائد بردب الرائد في المعسكر واحنا شفناه بعينينا وهو راكز على رجله في وضع قناصة وضرب الولد انت شفت الردب شفناه رائد انا شفت بعينيه هل تستطيع التعرف عليه؟ والله هو كان جاولي احنا طبعا الزيطة بس احنا عارفين وممكن سهل جدا نيجي الرائد لو عارفنا مين كان زابط نبط شهي ساعتها في المعسكر بردب الرائد بردب الرائد ضرب بابن محمد ابو علي طبعا لما الولد ده تضرب البلد بلقت ايه؟ تيجي اكتر رح اقطعين المعسكر ونطلب من مدير الامن انه يجي يشوف اللي بيحصل احنا ما طلبناش حاجة احنا طلبنا من قيادات المعسكر او قيادات البلد تيجي تشوف اللي حصل لا استجابة لا ما فيش اي حاجة خالص احنا كلاب ومناش اي لازم خالص فضينا وعملين وفيناك قدوم المعسكر على اساس ان حد يجينا من القيادات الساعة 11 الصبح يعني بعد ساعة وقت صارت الدور كده ابو عادل جاي وجاي بيقول يا جماعة وكلين يا ابو عادل يجي حق في الموضوع ده في ضرب ابن محمد وخليه خش ما حدش يتكلم خليه يجي تفضل احنا لسه يجي تفضل فوجئنا باكتر من 300 عسكري معاهم ما لا يقل عن 30 بان بندية وبيضربوا فينا زخيرة حية والكلام ده متصور ووجوه مزبوط معانا لان هم قالوا هنا بلطجية ونزلنا كسلنا المعسكر الكلام ده ما حصلش اللي حصل ان هم طلعين وطلعين بقى امر من زباط المعسكر واللي عرفناه ان هم طلعوا السلاح ده من غير مزبطه في الدفتر علشان خاطر ما يدنوش نفسهم بحاجة درجة ان الزخيرة خلصت اللي معاهم طلعونا مع ربيهم درعا من جوة جابت لهم الزخيرة احنا شايفينها بعنينا في كي صابية كده بقت العساكر من كتر الزخيرة اللي معاهم طيب عملا ده مش مشكلة المهم تعب السلاح وتضرب في النقل هل احنا سوريين هل احنا يهود ما احنا مش عارفين انت حق يعني زكرت في بداية حديثك ان ده بتعليمات او من قائد المعسكر او من وقت الضرب بس مجزار يعني انت كيف عرفت ان هو الذي ازر تعبط ربما ده تصرف اه هو فقد اللي هو ده يعني غير قادر على السيطرة هم مش قادرين يسيطروا على العساكر يبقى يسيبوا مكانهم ووزير الداخلية ومحمد مرسي يجيب ناس يقدر تحكم الناس دي لو هم مش قادرين يسيطروا على العساكر لكن هم موجودين وبعلمهم سواء دي نصيبة ودي كارسة سواء ان كانوا عارفين كارسة مش عارفين دي نصيبة يعني هو في عدد من معسكرات الامن المركزي كان يحدث تمرض على قيادات المعسكر والله احنا ما شفناش بعد التورة يعني في عدد من الاحداث كانت الداخلية غير قادرة على السيطرة على مساكات الامن المركزي والله احنا ما شفناش من المعسكر اي يعني اي حاجة قبل دي دي اول مرة دي اول مرة تحصل ما المشكلة في انه بعض الجنود يقفزوا من فوق الصور المعسكر يعني ايه الضرر الواقع عليكم قبل بدء الاحداث اولا المخدرات معاكسة بيشربوا مخدرات في القرية الجنود ده برضو بيمشوا يعكسوا في بنات البلد يعني اي واحد ما يبهلش انا عن نفس منعتهم يخشوا بيت واحد كانوا راحون يتهجموا عليه جنبيا وده في بداية المشكلة يعني ايه جنبيا انت رأيت جنود من الامن المركزي بيتعاطل المخدرات او المود لا انا ما شفتش جنود بيتعاطل المخدرات لكن الحكاية من شباب القرية في بداية المشكلة انا حصلت المشكلة من ساعة مكانه طالعان يضربوا لأهل القرية بالليل فلما سألت اتحكى للك كلام ده انا شاب القرية اشكرك شكرا جزيلا ايضا معنا احد شهود العلم نتشارب بحضرتك اتفضل الحمد اتفضل الحمد اصطفى محمد عزيز موظف المولين العرب انا طبعا راجع موظف في شغلي وجيت حوالي الساعة واحدة فلسه بغير هدوم ببسط لديت في ضرب النار ايه جدعان قالوا ده الامن المركزي ايه مع البلد فطبعا طلحت تجري لبرة رحت عالجلس لقيت فيه عبارة عن رماية عبارة عن عدو جاي وبيضرب النار كل الناس قاعدت رادت في الارض من كتر ضرب النار مش عارفين اخد ساتر ضرب متعمد على طول هذه يعني احدى القنابل المسيلة للدموع يعني قدمها لنا احد الاهالي مئات من ده مئات من ده يعني ده مش واحدة وبعدين اطفال سن سنة وسن سنتين اتخنقت والناس كلها طلعت في بيتين ولعوا من نفس القنابل داتي فتحت الموجودين وموجودين لغد الوقت حاليا يعني البيوت موجودة اللي هي ولع فطبعا المجريد ده ابن اخوية حضرتك انت يعني منذ ماته وهذا المعسكر موجود هنا في القرية المعسكر هنا من 30 سنة و30 سنة ما حصدش حاجة انت عصرت نشئ ايوة يا باش من ساعة ما تبان المعسكر وانا هنا او عارف لما فيش اي حاجة حصل ما حصلش للايام ده لكن هو من المعروف انه دائما يعني المعسكراتش بالعسكرية والمعسكرات العسكرية ايضا تكون بعيدا عن المناطق المدنية اكيد دي ده دي ده وبعدين هو المفروض حضرتك ان العسكري مليش يخط برا صور برا العساكر دايرة في البلد مش مخلية خطف ماشي اي حاجة بيلاقوها اي حاجة بيلاقيها العسكري برا بيخدها برضو معاكست في الحارين ماشي كل الحاجات دي حصلت مش ما حصلتش لا حصلت يعني من ساعة الموضوع الصورة دا والعساكر دا في المدى احنا مش هادرين نسيطر عليهم فطبعا حصل اللي حصل دا انا جريت على المستشفى على ما طبعا عرفت ان ابن عمي دا حصلوا دا جرينا على المستشفى هناك دخلت لقيته في عملوا اسعفات شاشة وقطمة وبينزف مني دم ها ركبوا له دم دماء ما حصلش دا احنا الشباب بتاعة البلد عندنا اتبرعوا بدم حوالي من 15-20 واحد اتبرعوا بدم وخادوا الدم ومعطوش هو الدم اللي يا سيزة هارة عبوه لاني يعطولي انه محتاج لعملات التحليل وما الى ذلك لكن هل هم امادوا المصابين او الضحايا قبل ان يتوفاهم الله باي دم حصلش دا حتى حضرتك قالولك هنصفركم على مصر نزلنا من فوق في وسط الشارع باتنين من المصابين اللي هم توفوا الله يرحمهم اتراموا حولي اكتر من نص ساعة مش لقيين عربية اسعاف عشان تشيلهم يعني المستشفى باني سوفي العامل وما يكن بقى صارت اسعاف وقتها ايه اللي حصل معانا ده طلعتنا في الشارع برا والاتنين على الترول ومش لقيين اسعاف تشيلهم بتوديهم مصر فاحنا خدناهم وجرينا طبعا لما جاءت الاسعاف فعلا بقى بعد حوالي روز ساعة خدناهم طلعنا على المستشفى الزهراء لنا مستشفى الزهراء ما فيهاش اي دكاترة خالص تبقى بنستاذ عندنا دكاترة قاعدة قال لنا انا طلبت تلات دكاترة ولا تمن دكاترة ما حدش برد علي طلعنا على مستشفى الجامعة اللي هي برضو ميري مستشفى الجامعة وروحنا لناهم مقفلين ببنى وقال لك احنا ما عندناش حد خالص سوف نحاول طبعا مقابلة المحافظ لنسأله عامة يعني اثاره اهالي واضحايا من وجود اهمال من جانب مستشفى بنسوي في العام تمثل كما ذكروا فيه عدم وجود سيارات اسعاف وقت وكذلك عدم وجود امداد المصابين والضحايا بالدماء وسوف يعني عندما ننتقل بالمحافظ سوف نعرض عليه هذه الوقاء نسأل حقا هل كان هناك يعني سمعنا هناك جلس الصلح بين مدير الامن وبين بعض ممثلي ابناء القرية لا ما حصلش ما حصلش يعني لم تبذل اي محاولات للصلح حد ساعة الفين الغد باته نعم كان بجليل انا ما عنديش علم بي نعم من الساعة واحدة لحد من الساعة من الساعة واحدة لحد الساعة تلاتة ومدير الامن كان هنا وكان معاه اثنين الوقات وكان حضر اللقاء معنا ابو عادل وناس كوا في بلد وعزوا الناس لكن احنا ما خدناش منهم غير دلوقتي ما خدناش منهم غير وعود يعني احنا بنطالب بجزئات للزبط نيابة بنطالب بتعوضات نزكت فتح بيوت يديلوا الناس حتى معونات سريعة قال لك احنا لسه هنحاول فكل وعود حضرت لمحاولات الصلح مشكورا ان السيد مدير الامن جاء عزاني في دوان العمدة والسيد مدير المباحث ولو باحثه السيد الوزير من الوزارة وسيد رئيس المباحث زكريا بو زن كلهم دولت عزونا ومشكور هو اتعاهد معنا ان كل مشاكل المعسكر هيلتزم بيها والصور هيعليه هيشوف طريق غير ده لكن شير المعسكر هو ما يملكش ولا اي حد في الدولة انا جاهر لسبعة فكلا لممكن اي مسئول في الدولة يقدر ينقل معسكر زي دي ده وقت خد وضعه تلاتة وتلاتين سنة وقال لك جنود في المعسكر كم تقريب؟ يعمل له خمس تلاف ست تلاف جند غير الضرجة الاولى يعمل له الف يعمل له ست تلاف تحت وزباطه بكل وهدوله تلاتة وعشرين سنة والسيد المدير ياما عزانا مبارح قال ان انا مكلف بي ده كله كل المشاكل انا مكلف بيها وعندي وعدي وهاجي مرة تانية وهاجي مرة ومرة وكل اللي انتو عاوزينه في البلد انا هعمل طب هل النيابة او التحفظت على اي من الاسلحة او ذلك؟ النيابة نزلت تحفظت على الدفاتر تحفظت على السلاح تحفظت عندها انابل مسرر الدموع عندها زخيرة جات شالفة الكوابيل اللي هي مضروبة فيها ضرب النار هل تحفظت على جنود على ضباط؟ لا لحد دي وقت ما حد شرخها هل حققت مع ضباط او جنود؟ لا لس يعني ربما انو الوكيل النيابة يخشى على حياته من الخطر اذا ما حاول يعني القبض على ضباط او عساكر او من ذلك والله هو منه الرب يشوف عمله يشوف عمله هو دراجل ما قضي اليمين انه يقضي عمل لحد اللي وقت ما فيه الزبط الساء ما فيهش مسؤول الساء نشكرك شكرا اذا مشاهدينا كانت هذه متابعة من قرية ابو سليم بمركز بني سوير في الاحداث التي شهدتها بين اهل القرية وجنود الامن المركزي حيث راح ضحياتها وفقا لبعض الاحصائيات ثلاثة ضحايا والبعض يقول اربعة هناك المصابون عددهم تقريبا تسع مصابين واصيبوا جميعا او راحوا برصاص الجنود الامن المركزي كما ذكر لنا بعض شهود العيان فان جنود الامن المركزي اطلقوا النار على اهالي بعض اهالي القرية فاوقعوا بينهم ضحايا واصابات على خلفية قيام بعض الجند بتسلق السور واحداث مضايقات لبعض ابناء القرية فحاولوا القبض على احدهم وفقا لما افدنا باحد شهود العيان الان وهو ما اثار حفيظة باقي الجند وطبعا سنحاول ان نعرف من الطرف الاخر وجهة نظرهم وكذلك مقابلة موديل الامن الذي رفض حتى الان تحديد اي موعد وايضا كذلك مقابلة محافظ بني سويف ماهر بيبرس الذي طلب تأجيل موعد المقابلة اشتركوا في القناة